المركزي الأوروبي ومعضلة التضخم بالتأكيد تابعنا خلال العام 2015 مجموعة من الإجراءات التي قام بها البنك المركزي الأوروبي في محاولة ليرفع معدلات التضخم ولدعم الاقتصاد في منطقة اليورو ولكن مع ذلك تبقى أرقام التضخم في هذه المنطقة ما دون المستهدفات للبنك المركزي الأوروبي طبعا سلسلة من أبرز الإجراءات التي قام بها الـ ECB كانت تتمثل بالتأكيد بإطلاق برنامج التيسير الكمي والذي يقوم بموجبه البنك بشراء أصول بحوالي 60 مليار يورو شهريا هذا البرنامج الذي في آخر قرارات البنك المركزي الأوروبي قام بتمديده إلى ما بعد شهر مارس من العام 2017 في خطوة طبعا خيبت أمال الأسواق التي كانت تتوقع أن يكون هناك رفع في معدلات 60 مليار يورو شهريا أيضا معدلات الفائدة المنخفضة والتي تقف بالتأكيد عند أدنى مستويات تاريخية للـ ECB على الإطلاق وهي عند 0.05 آخر قرارات الـ ECB كانت تتمثل بالفعل تخفيض الفائدة على الإداء في اجتماع ديسمبر والذي تم تعديله من 10 النقطة المئوية بالسالب إلى 13 النقطة المئوية في السالب هذه الأجراءات كلها بالتأكيد لم تستطع بالفعل دعم أرقام الـ inflation rate أو معدلات التضخم في منطقة اليورو والتي بالرغم أنه كانت قد تحسنت نوعا ما ولكن خلال الـ 2015 رأيناها في عدة مرات بالتأكيد تتراجع إلى ما دون الصفر وتذهب في المنطقة السالبة معلنة بالفعل دخول منطقة اليورو في ما يسمى بالـ deflation أو تراجع الأسعار وتعود طبعا لترفع من جديد الآن عند حوالي 20 النقطة المئوية أرقام تبقى بعيدة عن المستهدفات النمو الاقتصادي في منطقة اليورو كان على تحسن مضطرد هذه هي الأرقام التي سجلت في 2015 القراءة السنوية للربع الأول والثاني والثالث بالتأكيد الذي وصل إلى تقريبا ما فوق الـ 1.5 في المئة فيه طبعا أهم ما صرح فيه ماريو دراجي في الاجتماع الأخير والذي كان قد قال فيه بأن صناع السياسة النقدية والمسؤولون في الإي سي بي هم مستعدون للقيام بكل ما يمكن القيام به في محاولة رفع معدلات التضخم فبالتالي هذا يعني بأن الإجراءات الأخيرة إن كان في الثلاثة عشر نقطة المئوية بالسالبة التي كانت قد بالتأكيد رفعت وأيضا في تمديد برنامج شراء الأصول لا يعني ذلك بأن هذه الإجراءات نهائية بل ربما بالفعل الإي سي بي قد يقوم بالمزيد من الإجراءات إذا ما لاحظنا ضعف بمعدلات التضخم التي نراها في منطقة اليورو السياسة النقدية في 2016 ما هو المتوقع لها؟ البعض يذهب ويقول أن الإي سي بي قد لا يكون لديه خيار آخر إلا بأن يرفع مستويات الستين مليار التي يقوم بشرائها شهريا وأيضا قد يضيف أيضا أصول أخرى إلى الأصول التي يقوم بشراءها في محاولة لدعم أيضا الاقتصاد ليس هذا فقط بل هناك أيضا توقعات أن نرى أن نزيد من خفض لمعدلات الفائدة هذا بالنسبة للإي سي بي الآن لنذهب إلى توقعات الميزانية البالانس شيت للإي سي بي نحن بالتأكيد نتذكر بس نحكي بالانس شيت نتذكر الفيدرالي الأمريكي منذ بدء عمليات تيسير الكمة وحتى إيقافها أديه بالفعل تضخمة البالانس شيت أو ميزانيته وبالفعل هناك توقعات لأن يكون تضخم في البالانس شيت للإي سي بي البنك المركزي الأوروبي قد يصل إلى أربعة تريليونات تقريبا أربعة تريليونات تقريبا هنا عمت حضب الدولار الأمريكي أيضا لنذهب إلى موضوع آخر توقعات النمو 2016 متوقع للإي سي بي أنه يكون في النمو بمنطقة اليورو بـ 1.7% وتبقى بالتأكيد مستهدفاتنا الدائمة هي عند 2% والتي نحن بالتأكيد بعيدين عنها هذا هو ما يستهدفه البنك المركزي الأوروبي فهل بالفعل سيكون قادر مش بـ 2016 وحتى بـ 2017 أن يصل إلى معدلات تضخم عند أو ما دون الـ 2% بالتأكيد سيكون هناك الكثير من الإجراءات التي عليها القيام بها للوصول إلى هذه الأرقام وخصوصا في ظل تراجع أسعار النفط وفاتورة الطاقة على هذه الدول ترجمة نانسي قنقر